حسب آخر تقرير الوزارة الصحة الجزائرية حول الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر وهذا اليوم الثلاثة الثاني والعشرون من ديسمبر توزيع الإصابات عبر الولايات كان كالآتي الولايات التي سجلت صفر إصابة عين الدفلة عنابة بشار جلفة البيض الواد غردايا قالمة إليزي خنشلة ميلا نعامة ورقلة سعيدة تمرست تيارت تيندوف تيزوزو صفر إصابة أما البرج ولغواط وتيب بازا إصابة واحدة أدرار وبجاية وامدية وسطيف وسقهراس إصابتان الشلف ثلاث إصابات أم البواقي ثلاث إصابات معسكر أربع إصابات سكيكدا أربع إصابات تنسم سيلة أربع إصابات غليزان خمس إصابات باتنا وبويرة وتلمسان ست إصابات تيب بازا سبع إصابات قسانتينة تسع إصابات مسيلة عشر إصابات جيجيksi لحدى عشرة إصابة بومردس إثنى عشر الطرف أربعة عشر عين تموشن ستة عشر البوليدا ستة عشر سيد بلعب lazى سبعة عشر بسكرة 19 مستغانم 39 الجزائر العاصمة 70 ووهران ب116 إصابة ليصل العدد إلى 410 إصابة اليوم أما الإجمال للإصابات منذ بداية الفيروس فهو 96069 إصابة وشكرا